الآن سؤال هل أرزاق الناس وحظوصهم في الحياة مقدرة من الله يؤتي كل إنسان منها حظه أم أرزاق الناس على قدرة سعيهم وأعمالهم بحسب استحققهم معونة الله لا تعني إن الإنسان يكسل ولا يعمل ويقول الرزق من عند ربنا كما إن الله يجازي كل واحد حسب أعماله في العالم الأخير كذلك ممكن يجازى كل واحد حسب أعماله في هذه الدنيا وكل واحد يأخذ على حسب قدر تعبه زي ما بيقول الكتاب كل إنسان ينال أجرته بحسب تعبه نعمة ربنا بتشتغل لكنها ليست مجالا للكسر رحب عايش تفسير الآية اللي بتقول كل ما تريد أن يفعل الناس بكم أفعل وأنتم أيضا بيه يعني أنت تحب أن كل الناس يعملوا معك خير عشان كده اعمل خير مع كل إنسان زي ما تحب أن كل إنسان يعمل معك خير كذلك تحب أنك إنت لو غلطت في واحد يغفر ليك ويسمحك أنت أيضا إذا غلط فيك حب زي ما بيقول الكتاب اغفروا يغفر لهم إن غفرتم للماء زلتهم يغفر لكم عبوكم السماء وزلتهم أنت ما تحبش أن الناس يتكلموا عليك بالشر ويمسكوا سلتك عشان كده ما تمسكش إسيرة الناس لأن ما تريد أن يفعل الناس بك افعل أنت أيضا منك وهكذا من كلنا خير واحد بيقول لماذا تزوج إبراهيم من قبطورة ومش عاكبه يعني الكلام دق بيلوم أبونا إبراهيم يب أنت لما تطلع فوق ما تروحش في أحضان أبونا إبراهيم مدام بتلومه خليك في حالك وهو في حال هترجع وتقول اتأسفت وهروح لأحضان إبراهيم وبعدين يقول وهل يليق بداود رجل الصلاة أن يأتي له بحضانة وهو رجل مسن كان داود قد فقد الحرارة في جسده يعني وصل لدرجة ما بقتش فيه حرارة في جسده فالحاضنة دي كانت تعتبر زوجة له أيضا ولم يعرفها يعني فضلت كما هي بتوب لكن كان فقط حرارة جسده أنا مش عارف ليه الناس قاعدين ينتقدوا الأنبياء وينتقد إبراهيم وينتقد داود يا ابني دا احنا منطلش ترب رجليهم خليك عقل مش عقبه داود لو أنت بقيت في هذه السن أو في هذه الصحة وفقدت الحرارة الكاملة من جسدك تبقى تحس إيه اللي حصل وقتها واحد بيقول عندما صار يعقوب الله والناس في تكوين 32 هل كان الابن الاثنوم الثاني للسلوس الذي نؤمن به جسدا ملموسا أم يرمز مش عارف إيه الى الناس أين نأسوا في أي صورة كار يعقوب نفسه قال إني رأيت الله واكا لواكا طبعا فيش حد رأى الله الآن لأن قيل في يوحنى 1-18 أن لم يره أحد قط الابن الوحيد في حدن الابن فكل الرؤى التي في العهد القديم كانت للابن وممكن يتخذ أي صورة ممكن يتخذ صورة ملاك يتخذ صورة الإنسان الى آخره لكن لا يكون هذا تجسدا لأنه تجسد من العزراء والعزراء لم تكن قد ولدت لكن في شبه إنسان في شبه ملاك حاجة جدا موسيقى واحد بيقول كيف ليقول ورد في تسنيه 25 أن الرجل يمكن أن يتزوج من إمرأة أخير فلماذا تغير هذا في العهد الجديد وأدى إلى استشاد حنى النعمة أرجو أنك أنت لا تأخذ الأمر من النحية الظاهرية بدون عمق إنما أقرأ إيه اللي ورد بالظبط في تسنيه 25 من آية 5 بيقول إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم دون أن ينجب نسلم شوف الشرق ومات واحد منهم دون أن ينجب نسلم فإمرأة الأخ المتوفلة تصير لأخ يأخذها أخوه ويتخذها زوجة ليه والابن البكر منه يدعى باسم أخيه عشان هذا الأخ لا ينتهي اسمه من الشعر فيبقى عندنا الشرفية أول شرف واحد مات بدون نسك فعشان اسمه لا ينقرب أخوه يتجوز مراته والابن البكر يعتبر ابنا للأخ المتوفى أظن الشرفين دول مش موجودين هنا أبدا مش ممكن ما يستطيعش واحد يخلف اب ويقيده في شهادة الملاد بأنه ابن الأخ المتوفى يبقى تزوير في أوراق رسمية ويتحسب عليها قانونة ومقدرش يقول إن هو ابن فلان اللي مات وابنه بعد موته مش ممكن كمان السبب القديم إن الأصباط لا تفقد أملكها فيبقى كل صبت زي ما هو وأيضا كل عيلة وكل عشيرة زي ما هي وما ينتهيش اسمه دي مش موجودة حاليا فالسبب انتفى ولذلك هذا الأمر بالذات اللي موجود في التسنية 25 شرحاه الرب لما سأله الصدوقيون الذين ينكرون القيامة سألوا المسيح بقصد إحراجه في متة 22 واضح الكلام هو هو شوف قال له إيه يقول في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه قائلين يا معلم نحل بالكم الكلام يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد شوفوا الكلام مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه ويقيم نسلا لأخيه فكان عندنا سبعة أخوة والتزوج الأول ومات وإز لم يكن له نس هذا الشر وإز لم يكن له نس ترك امرأته لأخيه لغاية الأخ وموجود نفس الكلام في مرقص 12 رفلق بالنسبة ليوحنى المعمداني لم يحدث إن هيرودوس مات له أخ ولم يترك نسلا ده بالعكس ده هي رودية كان لها بنت شلومي بنت الراجل الأخ فمدام له أخوات يبقى العملية لا تقوس مدام له ولاد ولاد أخ يبقى متمتش فيوحنى المعمدان قال له متنقبضش عليك لا يحل لك في واحد هيخلف ولد يقول ده مش ابن ده ابن أخوي اللي مات ليه هتعقلوها يقول ده مش ابن ده ابن أخوي اللي مات وبعدين يجي واحد يقول إيه وللأسف بعض الأباء قالوا كده كلام يعني يرد عليه الكتاب المقدس بيقول أصلح واحد لتربية ولاد الأخ هو أخوه ده الكتاب يقول مدام فيه ولاد أخ يبقى لا يجوز الزواج ما ينتبقش الكلام يقول إذا مات أحد وليس له ولد وكمان عشان يربي ولاد أخوه لازم ياخد مراته طب ما يربيه من بعيد لبعيد ليه يعني ياخد مراته ليه ياخد مراته ليه يعني كلامة البشمال فمفيش تغيير أبدا في العهد الجديد الحكاية هي هي وأنا ما شرت عن الحكاية دي كلام كتير وشرحت الكلام اللي وجد في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الحديث وشرحت قوانين الكنيسة التي تمنع هذا قوانين المجامع وقوانين باسيليوس الكبير الذي نصلي بقدسه وخاصة قانون رقم ستة وسبعين وسبع وثمانين وبيبدا عليه تماما ومن له اثنان للسماء خليسمة موسيقى واحد بيقول أنا شاب أرتودوكسي أمارس أسرار كنيستي ولكنني مدرس مدرس أحد في أحد الكنائس الكروتس الصنطية فهل ترشدني بالاستمرار؟ أنا مش عارف إيه اللي خليك تدرس إناك يعني هم انت دبوك؟ ولا انت تطوع؟ ولا انت ماشى في الاثنين مع بعض؟ الاخر؟ مفروض لما تدرس عند بروتس الصنط تكون مخلص لهم ما تخلهمش وانت عندهم وأيضا في نفس الوقت ما تخلش كنيستك إن أردت إنك تبعد عن الحرج وما لكش داخل بدي ابعد خرص إن ما أمكانش وكنت ضروري تدرس درس الأشياء المشتركة في العقيدتين اللي لا يلومك عليها أورتودوكس ولا فروتسطنط فيما حاجات كثيرة مشتركة تقدر تتكلم فيها راحت بيقول عايزيني النطق الصحيح وأيضا المعنى في المزمور الخمسين تسمعني سرورا أو تسمعني تسمعني سرورا يعني تخليني إنهم أسمع سرورا وفرحا فتبتهج أجام المتودع يعني الخطيئة فيها جموع كثيرة وفيها انسحاب كثير والمرتل عايز ربنا يريه بهدد خلاصه لكي يسمعه سرورا وفرحا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة